هم الطليعة التي غالبا ما تحمل لواء التطوير والتغيير في كل المجتمعات وفي كل مجالات الحياة وهم في مجتمعنا أفراد من أبنائنا غالبا ما نلاحظ تميزهم في مجال ما منذ سن الطفولة وهذا ما يترتب عليه مسؤولية مجتمعية خاصة تجاههم وتجاه أيضا هذه المواهب ليس فقط في اكتشافها بل وحتى في تشجيعها ورعايتها وتوجيهها وتطويرها إلى ما هو خير لهم والمجتمع واليوم نتعرف على أحد مواهب أبناء الإمارات التي أخذت مجال التطوع جانبا بتنمي به مهاراتها دعونا نرحب اليوم بالطفلة المميزة فايزة جاسم طبعا فايزة مساء الخير أهلا وسهلا فيك مساء النور طبعا فايزة ما شاء الله عليك اليوم صدفنات كنت فتاة إماراتية متميزة بمواهب التي تتحلم فيها سواء كان في مجال التطوع في مجال الرسم أو في مجال العزف فما شاء الله أنتو الشباب اليوم شباب المستقبل تتحلون بهذه الهوايات الجميلة وهذه الهوايات التي تنموها وتصلون فيها لنجاحات مميزة اليوم فايزة يعني من خلال هذه الهوايات شو الهوايات التي تتميزين فيها عطينا تفاصيل لمشاهدينا حتى ندخل في مواضيع الأخرى أنا الحمد لله عندي هوايات مواهب متعددة بس ثنتين رئيسيتين اللي هي الرسم والعزف على آلة ربيانو وبعد عزف على آلة القانون الرسم شاركت فيه مسابقات الرسم وايد اللي هي فيه مسابقة من المسابقات تكامل لتنمية المواهب وحصلت على المركز الأول في أفضل لوحة اللي هي لوحة عن الطبيعة كانت وغيرها من المسابقات ما شاء الله عليك طبعا فايزة أنت تقريبا في صف ثامن يعني بعمر صغير ما شاء الله عليك لكن عندك هذه المشاركات بالنسبة للرسم والعزف العزف نفس الشيء أنا حين في المدرسة أنا أمي هي أول الدعمين لي فكانت يعني وقت لما كنت صغيرة كانت بليك راس رسم ألوان يعني كانت يعني أي طفل يعني تعطي فكانت تشوفني أن أنا أقدر ألون يعني حبيت أن ألون وأرسم فالحين صارت يعني تشتري لي لوحات وفراش يعني كل شيء يخص الرسم ونفس الشيء بالليبيان وأنا في المدرسة يعني أنا كنت من صف ثالث بديت أعزف أول معزفة كانت النشيد الوطني في المدرسة يعني كنت أتشوف رابعي يعزفون النشيد الوطني فقلت يعني شو هذا الشيء فبديت أتشوفهم كيف يعزفون وحركة إيدهم فيعني كنت أحفظ مقطع يعني مقطع صغير من البداية أرجع البيت يعني على آيباد ما كان عندي متوفر الليبيانو فكنت على آيباد أدور أي أونلاين بيانو وقعد أعزف أرجع المدرسة أعزفها على الأورغ اللي هو اللي يكون في المدارس أما الليبيانو اللي يكون اللي كبير فأرجع المدرسة أعزف عليه فأحفظ المقطوع اللي بعدها اللي ما حفظتها وبعدين صرت يعني أعزف بس يعني التحية الصباحية كالشي في المدرسة فالحين في الحجر المنزلي اشتريت أمي وفرت لي الليبيانو فأنتيني أوقات صح أني ما أبقى أعزف فأنتيني أوقات أني أشوف معزوفة أغنية شيعة يبني فأفكر ليش ما أعزفها فأيبا وأعزفها يعني جميل يعني أنت في مجال العزف عندك الموهبة أنت أنت ممكن تعزفين معزوفة معينة أو إيقاع معين هذا في مجال الرسم والموسيقى وأكيد المدرسة كان لها دور في دعمة فايزر صح كانت أيضا في مجال التطوع ودائما ما أشوف هذه الطاقات الجميلة من اليوم من الطلاب المبدعين والفتيات الإماراتيات دائما يتجهون لمجال التطوع أهمية التطوع اليوم فايزر أنت كونت إماراتية تطوعين في مجالات مختلفة بصغر سنت أهمية التطوع أنا من يعني كنت من ست سنوات أمي يعني كانت متطوعة أمي متطوعة من قبل يعني سنوات عندك مثال جميل في المنزل دائما الأم والأب هم المثال بالنسبة للأبناء فأمي كانت نوجه لها التحية أيضا نشكرها على هالنموذج الجميل أمي كانت يعني تاخذنا تطوع يعني أي شيء للتسلية يعني هي تطلع تاخذني أنا وأخوي يعني أنا أحب الرسم فكنت أشوف أن الرسم على الويه هذا تطوع بعد فكنت أقول لهم أماما أبا أرسم على ويه الأطفال يعني أنا أحب مرة أرسم فكان الرسم على الويه يعني أنا مرة أعرف يعني حتى في البيت أرسم على الويه اللي عندنا يعني الأطفال اللي عندنا فأشوف البسمة على وي فمن مجال حبت للرسم أيضا كنت ترسيمين على الوجوه فأمي كانت تشتري لي الألوان في التطوع في الفعاليات كان فيه ما للرسم على الوجوه فأنا كنت أرسم على وجوههم والتطوع يعني أنا أسست في فرق تطوعية أنا اللي أسست المتطوع الصغير وكنت رئيسته وكنت القائدة في التطوع الصغير هذا كان في المدرسة؟ في الفرق التطوعية وفي المدرسة جميل وشاركت في عمل تطوعي معين من خلال الفريق اللي أنشأتي؟ صغيرة كنت حاليا لكن كانت عندك روح المبادرة وعندت ثقافة التطوع عندنا اليوم أهمية الشخص يتطوع في المجتمع ونحن كنا نعرف أن التطوع اليوم هي خدمة راقية أو خدمة سامية لأن اليوم تقدمين خدمة للمجتمع وما تنتظرين فيها المقابل لكن تقدمينها حبا للناس وحبا لمشاركة الناس احتياجاتهم واهتماماتهم أيضا صحيح؟ صحيح فيعني اليوم نشوف فايزة في مجال الرسم ومجال العزف وتطوع وهذه المواهب اللي اليوم فايزة بإذن الله غدا شو راح تكون؟ وين راح تتجه فايزة؟ راح تدرسين مجال الفن أو مجال يعني راح تخصين أيضا لك؟ مجال في حياتك في مجال التطوع؟ أنا مبرمجة وحصلت على براعة اختراع القبعة الذكية كان للعمال وبطورها حاليا حين تتطور يعني أن أسوي حق أن العمال يقيسوا يعرفوا إذا فيه الشخص اللي يصوبه مصاب بكورونا أو الضغط الدم إذا ارتفع أو درجة حرارة إذا ارتفعت أن يساعده بالطاقة الشمسية تشتغل فبعد أن أنا شارك في مسابقات برمجة وصنع اختراع الروبوتات شاركت في مسابقات في 2019 و2020 اللي هي الذكاء الاصطناعي ومهارات الإمارات وللحين مستمرة في هذه المسابقات وأنا في المستقبل حابة أصير مهندسة في مجال الروبوتات بما أني متعنفة في هالشيء ويعني أن أخترع شيء باسمي ويكون يعني أي شخص يقول هذا الاختراع يعني مثلا يقولوا تعرفي هالاختراع يقولوا هي منهم اختراع على الشخص يقولوا هي فايزا اللي اخترعوها يعني أن أبا اسمي يرتفع ما شاء الله نشوف اليوم الطاقات تتوجه إلى الذكاء الاصطناعي إلى صنع الروبوتات أو مثل ما نقول الرجل الآلي أو غيرها هل لي اليوم سوق العمل يطلب هذا التوجه طبعا فايزا اليوم كنا سعيدين بوجودت معنا في هذه الأمسية وأيضا حتى كل المتابعين اليوم يتابعون فايزا ويعرفون منهم فايزا ومنهم هذه المبدعة فايزا وأيضا نصلط الضوء على هذه الطاقات الجميلة كل التوفيج فايزا بإذن الله ونشوفك في أعلى المراتب إن شاء الله شكرا لك عفو أحب أشكر أهلي وأمي أول وحدة حب أشكر أمي لأنها هي الدعم الأول لي وأهلي ومدرستي لأنهم بعد من دعميني وحب أشكر كل من دعموني على تنمية مواهبي ودولة الإمارات بعد أكيد ونحن أيضا نوجه تحية للوالدة وكل الشكر لك يا فايزا طبعا مشاهدين في ختام هذه الأمسية لهذا اليوم كانت أمسية متنوعة بفقراتها المتنوعة نتمنى أنكم قضيتم دقائق معانا جميلة ومفيدة مليئة بالمعرفة والعلم مشاهدين والمتعة أيضا وجولة في المنطقة الشرقية تصبحون على خير وأمسية سعيدوا مع السلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر